داعش عاثت فساد بالأرض ودمرت ما دمرت وجاءت لجان تعويضات مكملة لجرائم داعش نعتبرها بهذه الطريقة لكون حماية وأمن المواطن هي مسؤولية الدولة لكن الدولة إذا ما قدرت تأمل الحماية والمسؤولية للمواطن فما دن بالمواطن أن أيضا يحارب من قبل لجان تعويضات سواء المحلية أو المركزية اليوم لجان تعويضات المركزية أجحفت ودمرت المواطن ولحد الآن عدنا مئات بل آلاف العوائل النازحة دائما أنقيس العوائل النازحة فقط في المخيمات لكن عدنا عوائل نازحة في المحافظات في كريدستان في آلاف العوائل لحد الآن لم تعود والسبب الرئيسي هو عدم صرف مبالغ تعويضات التعويضات هو من أولى الملفات التي آنم كمرشح لمرحة من المقبلة من أولى الأولويات التي لديها ملف التعويضات لكون المرحلة الماضية أغلب البرلمانين كانوا عبارة عن معاقبين لفقط يأخذ ملفات تعويض التي تابعة دائرة أو الأصدقاء والأقرباء وتركوا بمحافظة لنبار وتركوا الناس الذين يضرروا اليوم ملف التعويضات بالاتفاق مع من يفوز بمحافظة لنبار مع من يفوز بمحافظات الأخرى وحتى في وسط وجنوب العراق سنكون شركاء لبناء بلد وسنكون شركاء متعاونين لرفع الحيف والظلم الذي يوقع على أهنى خاصة في ملف التعويضات إن شاء الله ملف التعويضات قادرين على حل حلته من خلال التفاهم مع كل شركاء الوطن ومع من يفوز من محافظة لنبار على أن يكون من يفوز هو مثل وليس متحزم ترجمة نانسي قنقر